موسيقى 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 مساء الخير مساء الخير عسيمة مرحبا بكم نسكل في نشاط اليوم س furnit مرحبا بكم موسيقى اليوم نبديا معاكم كما العادة حرقة جديدة من الوطنية مو بشروا yect À2OE11 أنّ Якにし påslんで oui لكن قبل ما نستقبل ديفية نعطيكم أكثر تفاصيل على البرنامج بيش كل Disney فيه في الجزء الثاني بش نستقبل بحثينا مدير عام معهد الوطني للاستهلاك سيتارق بنجازيا يكون موجود بحثينا حتى نتحطوا بالأرقام على الاستهلاك في تونس على التونسي هل هو يستهلك بطريقة عادية هل تغير نمط الاستهلاك على ارتفاع الأسعار على قفة التونسي وأكثر تفاصيل أخرى تشوفوها وقت اللي يتابعونا بعد تقريبا ابتداءا من السبعة ودرجها كي يكون بحثينا سيتارق هوني في البلاتو في الجزء الثالث اليوم بش يكون معا نظيف فنان محبوب برشا في تونس عنده قاعدة جماهيرية ظهوره ديما في الاعليم ما يكونش عادي اليوم يجينا بجديد بغنية جديدة ولأول مرة بش تسمعوها صلح مصباح يكون معنا في الجزء الثالث اليوم من موعدنا نعتيكم أكثر تفاصيل على الاكتواليتي وقت اللي نستقبل وظيفنا وشكون يكون موجود بحثنا اليوم لتحليل الاكتواليتي زمينا خميس مرحبا بيك تحية لك خميس عرفي ومرحبا مرحبا مرحبا بيك فضر خميس مرحبا بيك حميس شو حوالك بيك كفر مرحبا بيك لباس حمد الله نسمعو سيدة وزيرة المالية لم يزريبي في تصريح اليوم فما نرجع جاء في إطار المقترحات متاع صندوق النقد الدولي أنه اليوم البنك المركزي يقلص من التدخولات متاعه نقلص من يقلص تدريجيين للا يقالح لديك ما في مصر أنه نسا قمنين بإطارك برطالة. السياحة هي بش يجيب العملة الصعبة. الاستثمار الخارجي بش يجيب العملة الصعبة. هوني حديث على الدينار. نصار فيه خطأ. العنوان كان سن ورفع في سن للتقاعد. لكن حديث سيدة الوزيرة في المقطع هذي هو على الدينار. وحديث على دور للبنك المركزي والسياحة. لقطاع نتمنى وإنه ينتعش حتى يسمها كشوية تزويد البنك المركزي بالعملة الصعبة. فيما تعلق بالدينار هو وراه هذا يفرز السوق. واللي مشينا فيه احنا مع الصدق نقل الدولي. مكرهن أخاك لبطل. معنا نحن هذا خيار لاخدينه. ننتظره في قروضه على أقساته. ربما أشارتله. أشارتله في الانتربيو متاح على الإكسبريس. فيما يخص الدينار. هذا كخيار. للأسف بالنسبة للبعض أنه هذا زاد عمق ارتباطنا بالممولين الدوليين. وإساس صدوق نقل الدولي. ولكن هذا كنتمشي مشاهد فيه تونس. بالنسبة لسن التقاعد. ما رحش نعلق ولا ليه؟ نعلق بالنسبة للترفيع. كان الجزء اللولاني يكون مخصص للترفيع في سن التقاعد. مثلا نعطي أكثر تفاصيل أنه في برنامج إكسبريس اليوم على إكسبريس فام. سيدة وزيرة المالية سيدة لمية لزريبي أحدث على أن الحكومة ستقوم في مرحلة أولى بالتصريح الطوعي للعاملين الراغبين في مغادرة وظائفهم مع تمكينهم من تعويضات مالية. كما أكدت أن الحكومة سترفع في مرحلة ثانية من سن التقاعد 60 سنة حاليا في إطار إصلاح سنديق الاجتماعية لكن تصريحها اليوم في إكسبريس فام. هي مشكلة السنديق الاجتماعية معانتها رهي من قبل حتى الثورة معتها مشكلة حقيقية وتفيق متبعد الثورة من المقترحات التي قدمت والتي حتى الأطراف الوطنية وإتحاد شغل وأصدقائنا يقولون أنه ماشيين فيها أنه التصريح الطوعي ونسأكدوا على كلمة الطوعي والترفيع في سن التقاعد معانتها مع بعضها لقي الفم المعادلة لأنه ربما يتخفف من عدم التوازن اللي تشكوا منه ولا سابتك نشي معاني. بيه نمشي وللشوروك أولاين نتحطوا على خصم 6 أيام من مرتبات القضاء المضربين قررت وزارة العدل خصم 6 أيام عمل من مرتبات القضاء اللي تأكد وفق قائمات قعدها الوكالي العمون ووكالي الجمهورية أنهم أضربوا عن العمل بطيلة 6 أيام جدير بالذكر أنه المكتب التنفيذي لجمعية القضاء التونسيين قرر تنفيذ إضراب عام اللي دعات ليه الجمعية من 27 إلى 29 مارس هذي يحسب الشروق أونلاين هو مؤشر غير جيد صراح ولو أنه القانون يقول المسادقة علينا ترى في كله أنه الخصم هذي ولكن نحن في ديمقراطية هشة وفي انتقال ديمقراطي يعني الرسالة هي فيها تخويف هي فيها معانتها حتى بالنسبة لجمعيات الموظمات الوطنية لتدعوا الإضرابات أنه ما تعملش إضراب هذي يخاف اللي يضرب ولي اللي يحتاج هو عليش أضرب هو التحسين وضعه معانت نزيده أحنا عقاب مضعف أنه نخصمه له ستا يام من شهارته كما قلتك معانتها هذه مؤشر هذه صار حتى في التعليمة مش محكرة على سيد القضاء صحيح على كل معانتها وهذاك عليش أنا قلت لك مؤشر كتير وأنه بشي يولي أي دعوة الأضراب أو كذا يخاف منها اللي ينفذ الضراب أنه يتخسم له معانتها ما يكفيش أنه هو أضرب لتحسين أو لمطالب اجتماعي ومادية أنه نزيده ونعطوه معانتها عقوبة إذا فيه أو مضعفة نقسمه المشاكل من المرات نمشي ولي بيين اتحاد العام التونسي للشغل اللي كان بعد التسجيل الصوتي المسرب لنبيل القروي اتحاد الشغل يدعو إلى كشف مصادر تمويل كل القنوات التلفزية أكد الاتحاد العام التونسي لشغل اليوم أنه تسريب الصوتي لنسبة لصاحب قناة نسمة نبيل القروي حول منظمة أنيقذ يكشف مدى خطورة ما وصل إليه قطاع الأعلام من توظيف وفوضى وسراعات وتصفية حسابات أضاف أنه يجب التصدي لمثل هذه الممارسات وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقترف لجرائم عبر الأعلام وكشف الحقيقة من أجل إنقاذ ما تبقى من مقاومات العمل الأعلامي من الانحراف المتواصل منذ سنوات دون حسيب أو رقيب مع تغليب المصلحة الشخصية والمادية على المصلحة القطاع هذا يجزء من بيان الاتحاد اليوم صحيح وحنا نوافقوه تماما معلتها وبالعكس كانت معلتها عديد المنظمات نقاب الوطني صحفين تونسيين وعديد المنظمات تالبت وأنه بكشف مصادر تمويل عديد المؤسسات العالمية لأنه إذا ما نكشفوش مصادر تمويلها معلتها ينجب يكون مولها ميل فاسد ينجب يكون مولها معتها ضروري شفافية معناة التمويل المؤسسات العالمية نحن نعرف اليوم مثلا قنوات ما نعرفوش مصادر تمويلها وحتى يشكون يرقصها كما قنات حنبعل واللي بالمناسبة أنهم داخلين في إذراب وعنا كنا نحكي على الصناتيق الشيماعية الناس عندها أشهر ما هيش قاعد يتصبلها في الصناتيق الشيماعية معتها كي نجيب شي داوي مرته ولا عائلته ولا كذا معتها هاو الإخليات في كشف مصادر تمويل ومن ينجي وين هازز معتها يراكم حتى أشكالات ومشاكل أخرى معتها في علاقة بالمؤجرين معتها في علاقة باللي يشتغلوا وضع الزابيبي الوضع اللي ما فيهش كشف مصادر تمويل بعض القنوات راهي فيقمت مشاكلها وكي ما جبتلك معتها المثال معتها قارتها لبقى أو حتى قناة زيتونة أنه ما هيش مكشوفة كانت لايكا وكانت النقابة الوطني صحافين توسيين واليوم تيحد شغل وفي مناسبات سابقة أيضا كلهم طالبوا لا يبدا من كشف مصادر تمويل قانوات هذه حتى يعرف التونسي أنه القانوات هذه اللي تبصلوا في مادة إعلامية معينة شكونوا راحا شكونوا ممويلها معتها هذا لحد الأدنى مسؤولية تشكون اليوم إذا كان قولوا المرسوم 116 يأكد على مبدأ الشفافية مسؤولية تشكون اليوم أنه حتى حد ما يحاسب وحتى حد ما يتحاسب مسؤولية الدولة فرسيموني أن المنظمات هي تطالب على الدولة أنها تنفذ وأنها تتابع معالتها اليوم سابقة مطالبة كاريمو معتل النيابة العمومية أنها تفتح تحرك وأنها تتحرك وأنها تشوف معالتها شي غير عادي متواصل فيقم كل المشاكل ونتجت عليه مشاكل كما قلت لك أخرى ثانوية في علاقة بالناس اللي تشتغل وضع ذبيبي يشتغل في مؤسس مع عرش مصادة تمويلها مشاكل مادية متفيق ما كما قلت لك حان الوقت لإيقاف هذا الشي وهذا النزيف وهذه المشاكل أنه لا بد من كشف مصادة تمويل كل مؤسسة العالمية بيهنا نمشيوا لتونيفيزيون لحقيقة فيديو بشتوفوها نقولوا سمباتيك شوية نتحطوا على مرات ونصي عمرها 64 سنة مشتتعدي في البكسبور البيرح خلينا نشوفوا الفيديو وبعد نرجعوا للتصوير هذية عاتيونا الفيديو متاع المدام اللي عمرها 64 سنة وكانت البيرح موجودة في البكالوريا رياضة على حقيقة نحييوها لأن الحكاية تطلب عزيمة وتطلب إسرار أن واحد في العمر هذية يعدي الباك ويعدي البكسبور منعرش كان حاضرة وإلا ليه الفيديو وقلوا لي ما كانش موجودة تفضلوا موسيقى حييوها نصفق عليها بالحق لأنه في عمر 64 سنة وقال لي الإنسان يرجع لي مقاعدة دي لا سمهوش حاجة سيلا وزيد وشوفها في البكسبور وقال لي نشوفوا برشة شباب اليوم معتصم ويطالب بالوظيفة العمومية من با يحلم أنه يأسس مشروعه ويظهر لي تحية كبيرة برشة لها أنا والدي قل لي كنا نشوفوهم من بره الحالات ذوما هو بالحق وقبلها حتى هي معتها فهمة عديد الحالات متاعثة مشكون عبد البكالوري هو ابنه في المركزة مؤشرة بصراحة ممتازة تحس أن العقلية بدت تتبتل العقلية تبدلت عزيمة إرادة أنه في أي سن أنك تنجم تدخل على امتحان وامتحانة الحياة تعديدة مش دراسية فقط لأنه هذا المساج يجري منه ندخل الامتحان ونحاول النفس ونحاول ننجح ماتا فريمو ماتا اكزامبل استحق أكثر متحا وحنا حكينا على العقلية نهار الخميس ونهار الاربعة كانت من بين ضيوفنا بلدية تونس وتحدثنا على الحاويات الجديدة هذية الكبيرة اللي باش تتحط في برشا أحياء وبدت تتحط في أحياء من العاصمة اللي هي ساعتها تقريبا منا رش نسيت الرقم قديش لكن برشا أكثر من الحاويات العادية حتى يتم رفعها بطريقة أسل لكن مع هذية سيدي تونسي مصر أنه رغم ثلاثة حاويات سيعتهم يمكن سبع مرات أكثر من الحاوية العادية نشوفوا الفضلية البر بجنب الحاوية وما بالطبع لا يتغيق صحيح صحيح العقلية نحن نطالب لابد من توفير الحاويات لابد أن توجد في البلايس الكل لابد أن البلدية تخوم دورها وليس دي مراي قايمة الحقيقة ولكن عنا نحنا زيادة كمواطنين سلوكات صراحة وربما تفيق ما نعرفش عليش أنا وليت نرها أحيانا منك رهبت وياقف في حل الباب ويرمي معنتها وفي نفس الوقت هو يقول شبهش ورعنا وشبهش كايسات مش نظيفة بالحق معنتها ثم راه لابد أنه ثم ثورة في مساء والسلوك وثقافة والتصرف في المشترك بناتنا المشترك اللي هو الشارع اللي هو الجنينة اللي هو القتار يدخل تصرف شرطة البلدية اللي تحكي عليها برشة شرطة البيئة اللي تحكي عليها اللي لازم يظهر لي في الحالة تذية كيما نعاقبوا على السنتيوغ وكيما نعاقبوا على التجاوز السرعة المسموحة نعاقبوا زيدا اللي لو حتى باكو دخان من كرهبتو ومراجيك ينسوروه يتعاقب برمش صحيح يزمها برشة تحسيس وبرشة توعية وأيضا يلزم إجراءت في المقابل ذلك وأنها تخلي للأسف معتش رائحة كبيرة كيما يخافش يعمل مدام خمش عقاب عليك ما يعملش معتش تشوفها في علاقة بالنفايات شوفها في علاقة بالاحترام إشارة المرور شوفها في علاقة بالصف قضالات البنية زيدا معنتها لكل شيء سلوكي وثقافي معنتها للأسف كنا نتثوره في فيتوينسا مش في الشيء ذي ولكن يشوفوا حاجات أقل من مسميق نقول لنا أقل من الحد الأدنى الحد ربما المقبول كما قلتك في علاقة بالفذلات في علاقة ببارشة سلوكيات اللي هي راهية كي نتصرف هكها مع الشارع رأي مش صرف مع الحاوية ولا مع الشارع رأي مش صرف مع الآخر الآخر هو نحن معنى أنت هو الشارع ذيك هو ملك نحن الكل نحن نتعذيو منه نحن نتخفو فيه والأوساخ ري تقود علينا نحن وكيف كيف في المرور معنا ما احترمش الأولوية وما احترمش واحد رأي مش سبقتك أنا ولا ولا عديت على البوليس لا رأي رأي رسخت أنه بجي بجي حد آخر يتعديل على حق ورسخت أني باش نتضر منه معنا كي ما قتلك راهو الثورة ثقافية وثورة سلوكية هي ما هيش في نهار واثنين وثلاثة هي مستمر ولكن لا بد أن نكون بكلنا معناتها وعين بها باش ننغذوا بسلوكنا وباش نغيروهم معناتها من مستوى المسوائق يقسف جدا هذي صورة صحيح شي يقسف ونطمانيو إنو معتش تشوف الحاجة هذية موجودة بحذينا نشكروك برجا خميسي كل موجود بحذينا خميس عرفي ويعتيك الصحة اللي جيت بحذينا اليوم مارسي بكو يا عايشي يا عايشي كتيل امان كما قلنا في الجزء الثاني اليوم نتحدثوا على المعهد الوطني للاستهلاك باش نتحدثوا بلغة لأرقام على سلوكيات التونسي على طريقة استهلاك وعلى قفة التونسي على استهلاكنا للخب الزيدة باش نتحدثوا على برشة تفاصيل أخرى وقتلين نستقبل ضيفنا اليوم في البلاتو سي تارق بن جيزيا مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك مساء الخير مرحبا 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 بك سي تارق مرحبا بك سي تارق من رمضان ما تقابلناش ونتقابلوا تقريبا شاير شوية قبل رمضان مرحبا بك في التلفزة الوطنية نتحدثوا ديم على برشة أرقام نستشهدوا بها في البلاتون بتاعنا اللي هي وليدة الخدمة متاعكم والأبحاث والدراسات اللي تقوموا بها على التونسة بصفة عامة وعلى العائلة التونسية بالتحديد لكن التونسة قد يكون في بيلهم اللي معهد الوطني للاستهلك مهمته كان أنه يعملها الأبحاث في الدراسات هذية ويعطينا أرقام ما في بيلوش اللي جزء من المهمة متاعه توعوية تحسيسية وخدمة على تغيير سلوك التونسي صحيح هو معنات احنا الدورة متاعنا فيه الجانب البحث احنا معهد ما يعنيه من بعد العلمي والبعد البحثي والدراسي متاعه لكن توظيف هذه المعطيات وهذه الأرقام وهذه الإحصائيات لتغيير سلوك المستهلك والتوعيته وكذلك ليعطاء المعلومة كذلك لأصحاب القرار من أجل توجيه التدخلات متاحهم سواء التدخلات الرقابية أو التدخلات المتعلقة بمعناتها تغيير بعض النصوص القانونية من أجل تحسين مناخ منظومة حماية المستهلك في تونس وكذلك من أجل توجيه المستهلك للاستهلاك الرشيد والسليم وكذلك لفئد المجتمع المدني التونسي معناتها الناشط في المجال الاستهلاك من أجل أنه معناتها يكون التخاطب متاعه مبني على أسس علمية من أنساوش كذلك المعهد وطن الاستهلاك عنده دور آخر هام برش يتعلق خاصة بتحاليل واختبارات المقارنة والحمد لله احنا في تونس مفخرة كونه نتسمعه المعهد العربي والإفريقي الوحيد اسم العلامة في عديد المنتجات والمهتمين بالمسألة هذه يدخلوا الموقع متاعنا يلقوا عديد ENC.net.n يلقوا عديد المنتجات اللي هي المقارنة والمقارنة متاعنا تعتمد أساسا على جملة من المعطيات العلمية مثال على المبلاج مثال على المكونات متاعه على القيمة الغذائية متاعه على مدى معناتها استجابته ما نش معناتها ما نتبعوش احنا ها مدى مثلا في أن المنتج لابد أن يكون سليم لابد أن يكون فيه نسبة قليلة من السكريات نسبة قليلة من الدهون فيه نسبة كبيرة من البروتينات المفيدة إلى غير ذلك لو وزع ما وصل الوعي متاع التونسي خطر هذه معلومات مثلا القيمة الغذائية ومكونات البرودوين اللي نشري جنرغ الموت تبدأ موجودة على الانبلاج متاع البرودوين هل وصل الوعي التونسي اليوم أنه قبل ما يشري باكو بسكويت ولا منعرش أي نوع ولا أي حكاية يقرأ ما هو المكتوب وقديش عنده من بوغسانتاج في الحكاية الفلانية والحكاية الفلانية وشنو المواد اللي محضوطة فيه وإلا نشري حسب البروموسيان وحسب الإشهار وكيفيش يعني صحة هو معددها الهناء الصحيح تغيير عقلية المستهلك وتعامل المستهلك مع المنتوج ما عادش يغزر له سعر فقط معدد ما يلزمش يغزر له كسعر وما يلزمش يغزر له كذلك كأمبلاج كبهرج كزينة اللي هو السلاح متاع الصناعي يلزم يغزر له كمنتوج يستجيب لحاجياته ولا لا من حيث التركيبة من حيث الوبرتونيتي حتى من حيث الكمية تلقى عروض توحلية تجارية يقول لك على كل ستة كعبات يغورة الخمسة بليش ولا على كل مش عارف باكو جوه تاخد ثاني بشتر الحقي تستيراه وتلقى روحك تشري وساعاتك تحسبها لو تلقى حكاية 11 فرنك معناها تشري الستة والخمسة تشري الخمسة والسدسة بليش ساعات تحسبها تلقى 10-20 فرنك موجود نحن بقينا حتى في بعض العروض للأسف هنا نقوله قليلة لكن تلقى بعض المهنيين خاصة في اللي بسكوي يعطيك بروموسيون على بسكوي لكن تلقاه من داخل كلهم فتفة على خاطر هذاك ما إلا قعد ولا إلا عنده مدة كبيرة ياسر وإلا فما اللي هما يلعبوا حتى على البعد البصري يجي الباكو البسكوي ينقص كعبة اللي هو تقلل من الكمية لكن يبيعه يمكن بسعر بنفس السعر اللي كان أقبله بأقل تخفيض شوية يظهر لكونك أنت هو عرض مغري كبير ياسر لكن هذه المسائل اللي يجب المستهلك ينتبه له تلقى مثال هي من فئة ميتين جرام وتلقى الفئة مية وتسعين جرام وتلقى الفئة مية واثنين وسبعين جرام المستهلك ما عندوش الأليات بش ينجم يقارن ما النجمش يقارن تشوف الدبوسة كيف كيف يزمك تقرأ أنت العبوة قدش فيها بش نجم تقارني هل ترى هذي أرخص ولا الأخرى أرخص هذاك عليش الدراسة متاعنا كنا دعينا حتى المهنيين وأصحاب المساحة التجارية الكبرى أنهم يلقى فيش لبري أو كيلو معا تقول لي راهوا سعر الكيلو ولا سعر الميتين جرام ولا سعر الحصة بش المستهلك ينجم يقارن أكثر ينجم يقارن أكثر لخاطر للأسف المستهلك اللي تجور معا تها فما رغبة في أن نغلطوه بش نوصلوا الجايب متاعه اي للربح احنا تحدثنا على الجانب التوعوي انتم ما تعملوا بالدراسات والجانب هذي اللي متاع المعهد في مني لكن نتوعوا ويكيفاش هالمواكبين التطور التقني والتكنولوجي وإلا مزلنا في حملات متاع نعملوا دي بغوشور وندوروا على الناس ونفرقوهم وإلا نعملوا حملات كبيرة ونعملوا معناها كميونيكاسيون كما يلزم بديزيفين ماكبار وين ننتوما في العالم هذا لأنه هين برشا إذا كان نعملوا استراتيجيا وما توصلش لعليش نعملوا فيها صحيح هو معناتها الخطة الاتصالية متاع المعهد وطن يستيليك من نسوش اللي هو مؤسس عمومي معناتها حتى في التواصل متاعه فما ظوابط وفما معناتها أمور معناتها نموس الإدارة ونموس الدولة يقتضي كونه فما طريقة تتعامل في مجال التواصل وتبليغ المعلومة هذه حاجة النقطة الثانية كونه معناتها إحنا نحب ونقرب أكثر المستهلكين صحيح نعملوا دراسات فما تقصير في الجانب معناتها التحسيسي والتوعي ونقصد عن طريق الانتشار الواسع الانتشار الواسع اللي هي الوسائل الاتصال التلفزية والمسموعة نظر لإني مكلفة من الناحية المادية واللي هنا يلك لوم خفيف للتلفزة الوطنية اللي هي معناتها يمكن ما تمتعناش إحنا كمؤسة عمومية لا بتخفيض ولا بمجانية تبثل وموضات تحسيسية رغم أنه احنا كمؤسة مؤسة عمومية ذات بعد معناتها ذات بعد ربحي ذات بعد مصلحة عامة نتصور كونه في إطار دعم مؤسة وحتى مؤسات أخرى معناتها تعمل في أي قطاع اللي يهم المستهلكين لابد من العمل لأنه يمكن تسهيل الحكاية هذه لأنه احنا نعرف المؤسة للتلفزة الوطنية عندها قوانين نحترمها لكن في إطار التعاون يمكن نلقاء السياغ أكثر من أجل البلوغ هذا ما يمنعش لأنه كذلك مع هدوطن الاستلاك حاليا نخدمه أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الباش فيسبوك متاعنا وإن شاء الله خلال شهر رمضان باش نطلقوا التلفزة متاعنا باش نعملوا إنشين يوتيوب شيقع تسجيل حصص معناتها صغيرة معناتها معناتها على القناة اليوتيوب باش توصل أكثر لأن التواصل أسهل وأسرع وكذلك أرخص عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بيهنتم من الحاجات اللي تنظموهم ديغني أغمال هي استراتيجية وطنية للحد من استهلاك الخبز وإلى تبذير الخبز تبذير الخبز تبذير الخبز لأنه كي تقل العرقام احنا عنا 15.7% من الخبز اللي شريه التونسي نلقاه 42 كيلو من الخبز العيلة التونسية تلوحه وما هو ما يعادل 900 ألف خبزة يوميا في تونس و100 مليون دينار سنويا 100 مليار يمشي في البوبين لأنه احنا نشري خبزه من استهلكوش معناها هذه رقمي خوف برشة سواء على ميزانية العيلة التونسية وإلا زاد على ميزانية الدولة لأن الخبز مصنوع بفرينا مدعم في أغلب الأوقات صحيح هو معنات المعهد وطني نستلك نظرا للبعد الوطني للمسألة متاع مسألة الخبز الخبز من أكثر المواد اللي قاعدين معناتها نبذروا فيها في تونس وكما ذكرت سيادتك الدراسة اللي عملناها مؤخرا حول التبذير الغذائي في تونس بين تكون 15-17% ملي يشريه التونسي خبز قاعد يطيش فيه حوالي 900 ألف خبزة يوميا تطيش بقيمة جملية حوالي 300 ألف دينار هذا من ناحية من ناحية ثانية كما ذكرت سيادتك المادة هذه هي مادة مدعمة مع حوالي 400 مليون دينار هو حجم النفقات الدعم للفارينة اللي ترصدها الدولة للخبز حوالي الربع معناتها الصندوق العام للتعويض الكل حوالي 1600 مليار منهم 400 مليار ماشيين للخبز الباكيت اللي هي ب190 مليم رأي كل فترة حقيقية لأ بيع في الباكيت ب190 فرنك لا هي راهي الهناي نحب توضيح نقطة للمستهلكين باش ميصيرش الالتباس راهي الكوشة مطالبة مطالبة إنه يرجع لك 10 فرنك ومطالبة أنت كمستهلك هو في أفضل الحالات يقولك سمحني ما عنديش صرف هذيك حاجة أخرى بس سمحني في عشرة لكن احنا لقينا توعملنا بحث على استهلاك الخبز في تونس لقينا حوالي 80% من المستهلكين ما يطالبوش بالعشرة فرنك لكن فما بعض المحلات اللي هي ما هيش كوش وأنما محلات لصناعة الخبز عند الحق تبيع الخبز بـ 200 فرنك وحتى بـ 250 فرنك الباكيت في كله لأنها سعرها حر لكن الوزن المتاحي يجبنا ننتبهه لهنا هو يكون أقل من 150 جرام لأن الباكيت العادية ميزانها 220 جرام إنما الباكيت الحرة اللي هي سعرها حر تتبعها بـ 200 250 220 له الحرية في ذلك في محلات أخرى ما يرزموش يكتب عليها مخبزة لأنه كاكب يغلط المستهلك ويكون الوزن انتاحي أقل 150 جرام معناه هي وزنها أقل وسعرها أكثر وسعرها أكثر لأنها لا تستعمل الفارين المدعم لأنه ما عندوش الحق يستعمل الفارين المدعم الباكيت هذهك 190 فرنك سوديزون كل فتاة الحقيقية في حدود 275 مليون الباقي كان نعمل عملية حسابية معناه قدش في تونس تتباع من باكيت في النهار تتباع حوالي 6.7 مليون خبزة يوميا تتصنع في تونس منها 3.9 مليون خبزة كبيرة حوالي 2.7 أو 2.6 مليون باكيت تضربها في العشرة فرنك قدش تولي معناها حسابيا هي إجمال أنه كان نزيد العشرة فرنك من هنا والعشرين فرنك من هنا في حدود 40 مليون دينار نجم كل يوم نجم نربحة إجمال إجمال معناها إجمال سنوية 40 مليار معناها يدوروا فلوس لكن ما يمشيوش للدولة لأنه تقعد في كاسة الخبز لكن المستهلك رأوا مطالب يعني ينجم يطالب حق يقولك ما عندي يش سرف معنا حتى ما قدو رحكي وعليها لحكي نرجع الخبز الكبير 230 فرنك كل فتاة الحقيقية في حدود 485 مليون يقولون لزملاء في الحاف للعشر فرنك حق الساشي ما زال فهم ساشيات وأغلبهم نحاهم لا هم ما زال ساشيات هي سوادي زون يقول لك الساشي باش يغطي على العملية خطر ما يجعل من حقه يجعل يفتيلها يلقى الفتو باش ياخله من نساوش كذلك من الناحية الاقتصادية من الناحية الميزانية الدولة فما كذلك من الناحية الصحية في تونس الحمية متاعنا هي متوسطية نستهلك ياسر الحبوب والمشتقات متاحهم بمفاهم الخبز السلاكنا كبيري نستهلك في حوالي 72 كيلو للفرد الواحد خبز سنويا نسمى رقم كبير ياسر مقارنة برشة دول في البحر الأبد متوسط رقم كبير ياسر وهذا يقعد يساهم صيفة كبير ياسر في ارتفاع مستمعيات السمنة في تونس ننساوش الخبز متاعنا زادا أملح خبز المتوسط معناتها بالنسبة لنا كاس ما بحر كاس ما بحر في حوالي 100 ميلي جرام ملح ما يساوي باقيت برشة كماما برشة أنت كتاكل باقيت كاملة عبارة شربت ملح ما هو موجود في كاس مبحر كاس مبحر باقيت تحدثت على السمنة وعلى صحة تونس بعد شوية نحكي وزاد على نسبة التوينس اللي عندهم التنسيون يظهر لي برشة ضغط على التوينس نحكي عليها بعد لكن هات نمشي في ربط مباشر زميلتنا ماليك كما قلنا موجودة في قلب العاصمة وإننا نحي واحتفالات قوات الأمن الداخلي مساء الخير ماليك مرحبا بيكم مساء نور فاتن مرحبا بيكم مرحبا بكم المشاهدين الوطنية الأولى أكيد نحن نحي في تاريخ 18 أفريل 1956 وقت اللي تم استرجاع جهاز دارة الأمن الوطني أكيد ذكرة 61 نحتفي بها اليوم مع قواتنا من الأمن داخلي تحت شعار الأمن رافض أساسي للتنمية أنا موجودة في شارع الرمز شارع لحبيب بورقيبة ورأي مباشرة كما قاعد تشوف المركز أمن نموذجي هذه الخيمة اللي تنجم وتكتشفوها معايا وإن شاء الله بتشوفوها واللي بش يرفقني في الجولة الصغيرة هذه اللي بش نعملوها في إطار الاحتفالات هذه سعادل عقوبي محافظ شرطة عام والمنسق العام للمعرض مرحبا بيك سعادل مرحبا بيك ومرحبا بيستاذ المشاهدين نحن اليوم نحتفل معكم بالذكرى واحدة وستين بالضيفنا وبش تعمل دورة معانا في المعرض هذه شنية أهم ممكن اللي موجودين في المعرض وشنية حبيته تقولوا من خلال اللي يرفقني زميلي إليس أكيد بيش ينقل لكم بالصورة شنية موجود في المعرض هذي وترفقني أنتي سعادل هذا كما قلت مركز الأمن النموذجي لمركز مساغر مركز مساغر هذي مجاسم لمركز الأمن نموذجي موجود في المرسل الغربية وموجود في كامل تراب الجمهورية في الولايات تراب الجمهورية تفضل إذن نحن قاعدين تودخلين للمركز هذي على إيمين شنية ثم سعادل هنا في نتاق صلاح القطاع الأمن هذي نشاهد النموذج الشوشي لشرطة الجوار هذي المركز النموذجي موجود فيه تفضل تفضل معنا إذن المكتب العدلي المكتب لازم يكونوا مجاهزين بكاميرا نعم كما تعرف يمشيوا أي تفضل عنا إذن غرفة عنا غرفة الإيقاف كما موجود في المراكز النموذجية اللي موجودين في تونس كما قد لك هذي مجاسد ممتع المركز حبينا نوريو للمواطن الخدمة اللي قاعدة تقوم بها وزارة داخلية في المجال هذي ونحنا نمشي ومسالش هذي ظروف المباشر فاتن قاعدة تبع معنا بالصور يوصلكم صوتنا وصوت سعادة اللي باش يوصفنا اشفام في المركز هذي خلنا التوى باش ندخلوا للتكوين في التكوين هنا كما تراو كما تراو موجودة الأكاديمية الشرطة بنفيدها هذي في طور الانجاز هنا موجودة المدرسة الوطنية الحماية المدنية هذي مشروع في طور الانجاز على يساري هذي المدرسة الوطنية الحرس الوطني بربو رقبة هنا صور هنا صور للشبين المتاعنا اللي قاعدين يتدربوا في المدارس وهذو التكوين القاعدي تفضل هنا حبينا من خلال هذي نصل تونس حسن منيع ضد الإرهاب تفضل نشوفوا كيف زادة في مجسمات زي الولوج والاقتراب من النار كان يورينا تصوير إلياس كيف نشوفوا عناصر من الحماية للمدنية تعطينا فكرة على الأزياء هذية الأزياء هذية هي الأزياء الأمنية متع التداخلات الأمنيين في مجال الحماية المدنية في مجال الإرهاب وإنقاذ وإنقاذ في كل المواضيع التي تمثل الإرهاب واضح نشوفوا هنا زادة فرقة زي النجدة والإنقاذ نشوفوا زي آخر زي هذية مثلا للأعوان اللي يتعاملوا مع المتفجرات نشوفوا مجسم صغير ما نعرفش ما نسميه هذية هذية ربو هذية هذية كيشف على المتفجرات كيبدأ فما حقيبة مثلا الوحدات الخاصة متاعنا يمشي ربو هذية باش يهز الحقيبة ديك باش منعرض وش عوالنا للأخطاء على يصارنا سعاد لشني هذية ماتريال هذية يستعملوا في سجون والأسلاح هذية ديتكتور و و و ينجم يعمل نمشي وعليمين قاعدين نشوف في نمشي وعليمين قاعدين نشوف معناها في أزياء أخرى وحداتنا الخاصة كيما ترى أزياء هذية مجسط متاع سيارة مدرعة هذي أحلى صورة مجسمة ظهر للمشهد يذكرنا بملحمة ملحمة بنقردين هذا المجسط معناها ملحمة بنقردين اللي هي سنة تتسامن مع الذكرى الأولى لملحمة بنقردين حبينا من خلال نذكروا المواطنين اللي صارت الملحمة دية واللي قواتنا الأمنية تصدت لها وتصدعوا معهم إلى جانب أهالينا في بنقردين تحية لهم تحية لهم أهالينا هذيك علي سميناها ملحمة المجسم هذا كي تدخل بنقردين أول ما تعرضك تلقى ساحة المغرب العربي ساحة المغرب العربي تشوف أنت وراها المنطقة تشوف هنا الدار اللي صارت فيها الأحداث هذي قدامكم شكرا لك مالك المجسم هذا اللي نلقا نلقا أهالينا في بنقردين يظل يعرفوها ومتساكني بنقردين تحية لهم نجولهم تحية لقاعدة الملحمة ذية اللي اختلت فيها دم الأمنيين مع المواطنين حبينا نختم الجولة فيتن أكيد في الفضاء هذية رمزي برشا لحلو كيمة راو راوذة شهداء نعم نذكروا شهدائنا خليك معايا خليك معايا لهناسي عادل إذن شني اللي ورانا بالضبط اللي ورانا شهداء متاعنا من أحداث الثورة إلى شهدائنا اللي معناها توفا ونترحموا عليهم الكل في الأحداث الإرهابية أكيد هذي جولة صغيرة فيتن حبينا بسرعة ناخذوكم عذبناه شوية اللي يزمينا معنا في الترافلين جذي اللي عملناها في المباشر هذا المعرض وقتش يكون مفتوح للعموم وإلا مش الناس الكل ينجموا يشوفوه المجسم صغير للمركز النموذج الأمن شكرا لك سعاد العقوب تحية من خلالك أنت لكل أعوان وأمنيين في ذكرى 61 لقوات الأمن الداخلي أكيد الاحتفالات باش تتواصل حتى لنهار الجمعة نهار سبت كانت تعطينا فكرة صغيرة على البرنامج ممكن في الختام بسرعة ماليك لأن الوقت المحدد للفقرة انتهي لو تصنح في ساعة للمواطنين عنا ورشة صحية اللي هي باش معناها الورشة الصحية هذي باش نعملوا باش نعملوا شوية معناها يجي المواطني يقيس ضغط الدم يقيس نسبة السكري في الدم نعديه للطبيب تغذية وبعد نجم نهزك مثالش نمشي إلى جانب شكرا لك أنا مضطرة أني نقاطعك كملك لو تسمح لو تسمح تحية عاشت قوة الأمن شكرا لك ملايك يعطيك الصحة تحياتنا لأمنيين الكل إن شاء الله كل عام ومحيين بخير نتمنى وأن المركز النموذجي اللي يشوفنا في التصوير يكون حتى أقرب شوية للواقع معناها لأنه لحقيقة كي تدخل ساعات للمراكز الأمن تشوف حاجات نتمنى وأنه ما عادش نشوفوها في الوضعية سواء بالنسبة للمواطنين وإلى حتى الأمنيين نتمنى وأنه نشوفوهم يخدموا فيه وضعيات خير من هك نرجع لك سيتارق وكنا نتحط كما قلنا على المعهد الوطني الإساليك وبعض الأرقام أنت تحدثت على تبذير الخبز وستراتيجية كاملة للحد من تبذير الخبز نحكي عن المواطن ونعمل حمالية توعوية لكن تبع للدولة وفهم مؤسسات الدولة التي نفسها تبذر في الخبز نتحط على مستشفيات على مطاعم جميعية مدرسية هل عملتوا معهم هل عملتوا لهم حملات خصيصا لهم لأن الدولة تبذر في فلوس الدولة ذهي حاجة مش به والله على كل حالة صحة نحن حاليا ندخلين في برنامج مع منظمة الأممتحدة الأغذية والزراعة فهو قاعدين نخدم معهم على التقليص من التبذير الغذية بصفة عامة في المطاعم الجامعية وكذلك حتى في المطاعم المدرسية في المستشفيات كذلك معناتها في المطاعم الخاصة ومؤخرا ما زلنا كنتهينا من بحث ميداني شمل حوالي 12 مطاعم جامعي في إقليم تونس الكبرى ورصدنا أولا مجالات التبذير أماكن التبذير أسباب التبذير وفما التجارب نموذجية والحمد لله قاعدة تخدم في المطاعم الجامعية مثال من خلال الحجز معتها حجز الأكلة الجامعية فما مطاعم مثلا جهة رادس اللي هو معتها يحجز الطالب لابد أنه يحجز الأكلة قبل بنهار بالريزرفاتيون بالكارت إلكترونيك متاعه مثال في بعض المؤسسات الجامعية المطاعم الجامعية جهة الساحل قصة على ثلاثة تروف مهيش تروف تروف الصغار باش أقل شيك يهز كمية معتها فما بعض التجارب إحنا دورنا حاليا ما زلنا كي قمنا بالبحث الميداني وقاعدين نحل في الأرقام إن شاء الله يوم 23 ما بسنا شنعرضوا النتائج 23 ما الملتقى كبير ياسر باش يكون في تونس العاصمة باش نعرضوا نتائج البحوث متاعنا هذه سواء كذلك فما فضاء آخر لمساحات تجاري الكبرى المساحات تجاري الكبرى كذلك فها فضاءات كبيرة ياسر فها مجالات كبيرة ياسر للتبذير خدمنا معاهم مشكورين واخذنا الأرقام وحاليا باش نعملوا اليوم 23 ما باش نعملوا على خطة العمل كيفية الحد من التبذير الغذائي في مستوى كل هذه المؤسسات نعطيك مثال في المؤسسات السياحية وحاولنا باش نتعاملوا معاهم يقول لك كونه صحيح فما تبذير كبير ياسر موجود خاصة من يقول لك من السياحة التوانسة اللي هو كي يأكل ويهز البلاتو معادي هز أكثر من حاجيات ويهز بعينيه يقولش علي باش يروح بلوتيل معاه للدار يقول لك ما نجموش نجي ونقول له لا ما تاكلش ما نجمش نجي نقول له نعمل له مثال بانو ولا نعمل له حاجة نقول له برب يقوله على قد هذا كاليش احنا لابد نخدم مع المستالك قبل المؤسسات العمومية صحيح فما عمل فما نستخدم دورنا احنا باش نقدموا الدعم الفني في الجانب هذا وان شاء الله يوم 23 ماي موعدكم باش تعرفوا أولا خطة العمل ثم الأرقام الحقيقية حول حجم التبذير في مستوى المؤسسات العمومية به ستارق تقريبا احنا ما زالونا بضعة دقائق لقلق من نجموش نقعدوا معاكم منتحطوش على قفة التونسي هالهيجس الكبير اللي عنده التوينسا والأرقام اللي ساعات كنشوفوها منحصوش لها حقيقة تعكس الواقع متاعنا وقدري ندخلوا على الموقع الخاص بكم نلقاوا انو قفة التونسي حسب معنى هالمرشيات لانو تعطيو أنتبلو فيه أربعة أسواق المرشي سنترال بنعروس مننوبا وفماسوق آخر لفايات خذيتوا أربعة نباذج من العاصمة السوم القفة يتراوح ما بين الخمسين والثمانية وخمسين دينار هذا بالنسبة للأسبوع هل حقيقة أنت ستارق وقت اللي تخرج قفتك تتكلف خمسة وخمسين دينار لأسبوع لا مش حكاية خمسة وخمسين لا القفة هذيك هي قفة نموذجية مثال هذيك شنو تلقى كل مركز النموذجي كل مركز لأمن نموذجي لأمن نموذجي شنو قفة نموذجية معناتها متى واحد كي بشي مشي يقضي شيخ ذيك من كل حاجة تريف نقولوا معناتها بشيخ وزوز كيلو جيج بشيخ ورطال اسكالوب بشيخ ورطال بقري شيخ ورطال بقري شيخ وكيلو علوش حار عظم حارتين عظم حاطين شيخ وكيلو نص بطاطا دونك معناتها نقولوا وحنا قفة متنوشش وهذه معتمدة على أساس كونه ما يمكن الأسرة من أنه طيب ماكلة لأنه وراها القفة فما أكلات النجم طيبها بالوحدة هذه لمدة أسبوع كامل لأسرة تتكون من أربع أفراد خاطر فما برشا مستالكي ينجم يلقى روحه في القفة هذه فما اللي يقول لك أنا نقضي بأكثر فما اللي يقول لك لا نقضي بأقل خاطر يقول لك أنا مثال ناخو كان في حويج معينة ولا ناكل اللي كان في أوكلات معينة ما نحتاجش مثال الحمل بقري ما ناكلوش ولا العلوش ما ناكلوش نحب كان الحوت وشوية معنا فما اللي حب القاروس بـ 11 و 12 و 13 دينار فما اللي حب السردينة بـ 3000 و 4000 بـ 2000 للكيلو إيما اليوم بصفة عامة هل قفة التونسي المحتوى اللي انتم ماخذينه كمعيار هل حقيقة أنه ذكا هو نمط الاستهلكي للتونسي اليوم اللي تونسي بغير برشا في الاستهلك نطيعه ولا يكل البرة ولا نفتحها على نوعيات أخرى من الأوكلات يمكن من المواد زدها كيف كيف هل قفة التونسي واكبة هالتطور اللي عارفه التونسي نفسه خلنا نحكيه الساعة شنية القفة هي ترى القفة في الماكلة وقال القفة اللي هي شنو يصرف خطري إذا شنحكيه على القفة معتها السلة متاع المستهلك شنو ينفق شنو ينفق يصحيح يكل الخضرة والغلة والحليب والحم لكن عنده زادة تليفون البرتابل ولا معناتها المصاريف المتاع البرتابل تطورت في السنوات الأخيرة ولا تعنصر قار معناتها رب الأسرة اللي عنده يتكوى من أربع أفراد يلزم كل واحد يصب كل واحد يصب مصروف الجيب تطوره كذلك معاش يرضى بدينار وبالفين فرنك معنات عليش خطر الأوليد ولا يكل البرة أكثر من غديكة كذلك نفقات الصحة والتعليم حاليا فما ميغراسيون كبير ياسر للتعليم الخاص ولا ترهق قفة المستهلك كي نحكيو عن القفة القفة إجمالا معناتها بما فيه مجمل النفقات متاع المستهلك التونسي هذاك ليش يمكن ساعة ساعات زيادة 200 فرنك و300 فرنك في الطماطم تظهر المستهلك حاجة كبيرة ياسر لكن تلقى زيادة ساعة ساعات تعرف مثال فما بعض الأدوية البسيطة اللي هي معناتها لتسكين ألام الرأس كانت في سنة 2010 السومة متاحة بـ 980 ملي حاليا بدينارين معتها زيادة بمياه في المياه في حوالي 7 أو 8 سنوات معتها فما نفقات أخرى قاعدة زيادة فما نفقات العمومية الضو والمال يزيدوا معناتها بسيفة كبيرة خلال السنوات الأخيرة هذا الكل يخلي كونه المستهلك التونسي يحس كونه القدرة الشرائية ترى أمتاعه تراجعت هذا ما يمنعش كونه فما حاليا في تونس كونه أسعار بعض الخضر والغلال تشهد ارتفاع والأسباب كثيرة ومتعددة لتفسيرها منهم ما هو متعلق بمسالك التوزيع والمراقبة منهم ما هو متعلق بأسواق الجملة ومحيط أسواق الجملة لأسف لأنه كميات كبيرة ياسر ما هي قاعدة تدخل للمسالك المنظمة عن طريق أسواق الجملة في كامل تراب الجمهورية هناك ما هو ولا في علاقة بالمساحات المزروعة نعطيك مثال في تونس في 2005 حجم المساحات المخصصة للخضر بصفة عامة كان في حدود 158 ألف هكتار حاليا في 2014 و2015 في حوالي 156 ألف هكتار مع تتراجع بألفين هكتار من 2005 إلى 2014 مقابل زيادة في السكان اللي هي في حوالي 3 ملايين معناتها لنه حتى المساحات المزروعة أقل نعطيك حتى في المياه المخصة للفلاحة معناتها حجم المياه اللي وقع سحبه سنة 2005 لزراعة الخضروات في حدود 3875 مليون متر مكعب في 2014 1470 مليون متر مكعب إسه تارق أنت توقيت تعطيني تحليل دقيق للوضع معيها وزيادة في الأسعار من ينجيت وعليه جيد شوالي يفسر اليوم بما أنكم تخدموا مع الدولة والأرقام هذه أكيد وكما احنا شفناها على موقع الدولة وصلتها في تقارير شوالي يخلي اليوم أنه الدولة عاجزة أنها تلقى حلول سواء أن مثلا نتحطوا على ارتفاع أسعار الخضر نتحطوا على مسارك التوزيع ولا نتحطوا على قشارة ولا نتحطوا على تجار يزيدوا أنتوا ما عندكم البلان وعندكم لتادي عليش ما فاميش حلول لا الحلول أولا الحل موجود لكن الحل نتوفر الإمكانيات هل أنه نعطيك أرقام نختموا بها 350 عون مراقبة اقتصادية في تونس فقط معت هذوما لكتيف على التراء بش يغطيه حوالي 425 ألف نقطة بيع هذوما عقل شيء الظاهري هل هذا يكفي هل هذا يكفي هذك عليش ديمة معنات أمام ضعف هل إمكانيات هذه أمام معنات حتى الضغوطات أعوان المراقبة الاقتصادية في تونس حالين يتعرضون إلى شتى معنات التهديدات إلى الاعتداءات إلى معنات أشكون يجيها عون مراقبة اقتصادية ويفرح به ويجيب له قهوة برب مش مطالب أنه يجيب له قهوة مش مطالب أنه مطالب أنه هذا يخدم خدم على الأقل يمده بالوثائق فمن الناس اللي يتسكر حنوت وقتل يشوف عون المراقبة الاقتصادية هذا كان موجود أقبل الثورة حقيقة والله كان معناتها عون المراقبة الاقتصادية على الأقل كان مش مطالب بش يمشي معاه مرافق أمني بش يؤدي العمل اللي متاعه على الأقل لكن في المدة الأخيرة حقيقة تجاوزات برشة ويخلي حتى عون المراقبة الاقتصادية ما يخدمش في أرياحية هذاك عليه شو نقوله لهنا نقوله كونه صحيح أمام مش نوقفو أمام ضعف الأمكانية هذه المستهلك هو اللي عنده دوره يا أخي أنا طماطم اللي هي بـ 3000 ونعرف اللي هو السيدة ذاك مغلفة منش رهاش ثقافة المقاطعة للأسف ما زالت مهيش عنا إذا يا دوركم عملونا حمالي على المقاطعة يعني كالصح فما ثقافة كذلك أني شبيني ويكون ناخب شوية لكن إحنا لقينا حتى عملنا دراسة مؤخرا لقينا حوالي 29% متوانسة سميناه ما إحنا المستهلكين الانتحاريين اللي هو يخلصي 300 ولا يخلصي 500 ولا زوز مليل بش يصرف مصروف يتجاوز حجم المداخيل متاعه لأنه تعود بنا سق معين وبنا مط استهلاك معين ميحبش يتراجع عليه معناتها بالنسبة للي هو تعود أنه يأخذ في زوز كيلو طماطم طماطم بـ 500 وقاله بـ 3000 بشراء حاجة أخرى نسينا العادات متاعنا شنوه يمنع توقحنا بش يقتل طماطم توصل 250 فرنك و300 فرنك بش نشيحها ونعولوا منها بش يقتل يتوصل بـ 3000 نلقاهوا عننا طماطم بتاعنا يمكن زيد النساق السريع والناس اللي ما عندهش وقت والخدمة والمشيغل والخبار والدنيا لكن يزمك تلقى الفكرة بش تتقاوم معناتها مصعب الحياة هذاك علش نقول كونه العملية احنا كما هادوطن اللي نستهلك انتوما كأعلام كذلك عندكم دور ولابد انكم تدعمونا وتساندونا من اجل ابلاغ صوتنا للمستهلك هذاك علش انتي موجود بحثينا وأكيد تعود ترجع قبل رمضان سيطارق مرسي بكو يعطيك صحة لانتي كنت بحثينا اليوم مرسي بكو يا عائشك مرحبا بي كيفردك مرسي كيما قلنا لكم الجزء الثالث اليوم نقترح عليكم انو نستقبلو فانين تونسي نفرح وبرشا في العادة وقت لنبدلو شوي في البرنامج وفي الجزء الثالث نستقبلو فانين مثقفين نتحط وصاعات مع جمعيات لكن مرة هذية ضيفنا عنده مدة كبيرة غايبة على الاعلام ومو جدي ما يظهر لحقيقها مش نحكي معاه ونشوف من شكون التقصير منه هو وإلا من وسائل الاعلام اليوم يجينا وجيب لنا جديد غنية جديدة خصيصا لكم أنتم اليوم تسمعها لأول مرة ضيفنا اليوم تحيالي ومرحبا بي سعيدة جدا باستقبل سلاح مصباح مرحبا مرحبا بيك سلاح مرحبا مرحبا بيك ساحتك لبيس تفضل مرحبا بيك في التلفزة الوطنية مرحبا 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 تفضل الحمدل لبيس الحمدل أنا قلت سعيدة جدا باستقبلك ومش دي ما تظهر نبدأ زعم معليش ولا نبدأه بجديد بلا نبدأه بجديد أنتي دينا اليوم بمنتوج جديد غنية جديدة تحمل رقم ألف واربعتاش إذا كان معلوماتي صحيحة تعطينا عليها أكثر تفاصيل نسمعوا جزء منها إن شاء الله تعطينا جزء منها وهذا الساعة ناخذوا فكرة على الغنية هذه كلمة شكون ألحانك أنتي نتصور تعطينا أكثر تفاصيل برك الله فيك مرحبا يعني المسافة من واحد إلى ألف واربعتاش طويلة طويلة برشة طويلة برشة وكبيرة برشة وبش نختصر بيك الوقت والمسافة بش نقول لك أني جيت للدار هذه اللي نعتبرها هي الدار الأم في أكثر من أكثر من مناسبة دعنا نقول بش اقترحت أعمال من ضمن ألف واربعتاش وأفكار على مسؤولين سامين يعني جدا في الدار هذه ولكنني لم أجد أذانا صاغية البارح وقت لي برك الله فيكم يعني على الدعوة وقت لي كلمني سيطارق وأنا في الستوديو مع الأسادة العازفين نحطه في اللمسات الأخيرة قلت له شكون أحكي لك شكون قالك وتفجأت بالحق تفجأت عليش تفجأت لا لأنه الموقف الرسمي في الدار هذه بالذات خبيش عليك أنا منحبش حديث لو كان كنت في بلصة أخرى ما كنتش نحكي في الموضوع ولكني اليوم مدامني موجود في التلفز هنا وفي الدار هذه نجم نحكي عليها أنه العلاقة واضحة مع بناتنا موقفهم هما واضح وموقفي أنا أكثر موضوح وجبت ساقي وعادي والحياة تستمر مش أكثر من هك موقف مع إدارة مع أشخاص لا هنا ما عندكم إدارة للاسف موجودة إدارة قد تكون عليك هنا ثم إدارة افتراضية وثم لبيهات أخرى هي اللي تمشي في الأمور حسب مزاجها وحسب ما يظهر لها أنا لتقيت بأكثر سمحني نكمل فكرتي أنا لتقيت بأكثر من مسؤول سامي قتلك وثم ثلاثة أجمعوا على أن اللي نحكي معي يقول لي أسمعوا رد بالك رو جماعة هنا صعب برشة أنا جماعة يقول لي جماعة جماعة يعني وبعدين هذه بين وبينك ثقافة في المهموتة هذه لهذا البلاد طوال البحر يعني كل شي في المهموتة الجماعة وقالوا وهذاك درشنو والآخر نقز من الحيد جا في البحر الميت وحاجات من هذا القبيل طيب اش علينا هدخلنا نحكي وعليش حتى موقف وبالعكس أنا قلت أنه سعداء جدا أنه رب يعزق أنا أيضا سعيد جدا أني نجي اليوم للدار الأم الدار الكبيرة التلفزات اللي موجودة في البلاد وكل كل من افتح تلفزة ولا إذاعة رهو يزمو ينحني إجلالا للدار هذه لأنه تكون فيها وأنا واحد من الناس كنت كنت نتصور وكنت نتخير أنه لو كان العالم الكل يعطيني بظهره أمي لا بحساب غالط سبحان الله يعني من نجمش نكون صحيح في كل شي المهم العمل هذا يقل لألف واربعتاش الألف واربعتاش هو عمل ضخم للأسف ما نيش بشي نجم من نسمعك منه هو اسمه حديث الحياة في حديث مع فنان لبناني قطلوا إحنا رو عندنا قطلوا ما يجدش عليك اللي اللي جيبوا فيكم من بره يعني السمصارة وضعية نشكل يعرفوها مش سمصارة متاع صحة الإعلامية صحة الفنية خطيرة صحة الإعلامية يعني حتى المشاكل اللي في الفن بطبيعة الحال نحك نبص نبص بالعشرة قطلوا عندنا فنانين كبار وعندنا شعراء كبار قطلوا يكفي أنك تقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر بشتفهم أنه راهي تاريكة تنصر بالقسم الشابي قال لك من شان هيك لحل كبار المحنين عندنا حليم الرومي على أنا في الوقت هذا لم نجاوب بالحق لأول مرة نحس روحي عاجز على الإجابة وعن الدفاع لبلادي فلحنت إرادة الحياة علما أنه قصيد لحنوه زوز من فتح العملاق والأستاذ والمعلم رياض الصنباطي ثم السيد حليم الرومي خذيت كل ما لم يقل كل ما لم يقال عفوا في القصيد ولحنته ولكن لشد انتباهي أنه أحلى ما قاله أبل قسم الشابي ما تبهلوش المشارقة في إرادة الحياة عندما قال فللأفق يحمل ميت الطيور ولن نحل يلثم ميت الزهر من أروع من أروع من أروع ما قيل في الشعر العربي فلحنت لا ما نش بش نغني لا ما تقول حتى جملة منها أبدا وقت يكون خروجها رسميا للناس عندنا أصدقاء توانسة توانسة يعني هم خارج حدود الوطن لأنه مثلا الدار الكبيرة غير قادرة هي عاجزة لأنها تنجز هذا العمل يعني صورة نحكي صورة وأولا وأخي وفي الختام يعني ما يهمهاش عملك أين ما نشبش نناقشك لأنه قد يكون أنت عندك موقف وساعات يكون الكلام متعرش لأنه واحد ما يخذ في خاطر ومن حكية لكن التقنيين متع تلبزة متغشش لك لي 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 مش متغشش معناها إنسان متغشش معناها ما ما يخذ في خاطر كذا موجود أنت حتى وجهت الاتهامات حتى للإعلام إنه مهوم أسبب في لي ساير اليوم في الصحة الفنية طبعا أنا وقتلي نحط صلاح مصباحة على اليوتيوب يخرجوا لي بارشة دفيديو مقليل وار بارشاوين نلقى غنية نلقى بارشة ديزكستخي متاع مشاكل صارت في دي بلاتو عليش علاقتك متوترة بالإعلام أنا الساعة ما اليوتيوب اليوتيوب هذي حاجة حاجة منيش من الجيل ما نعرش نستعمل يعني الناس اللي هبطوا هما أحرار بش يهبطوا بش نعطيك لمحة بسيطة مثلا من عامين التالي شاركت في حصة مع مناشطة في قناة زميلتكم اللي هي قناة حنباعل تصور ونزلت غناية جديدة اسمها نستاهل استوحيت الكلمات المتاحة من قصة بيجماليون يعني وياي إلى آخره فهبطت كل شيء سلاح مصباحي يغادر الستوديو سلاح مصباحي يخلي المنشطة ويمشي إلا الغناية ما هيش موجودة أكثر من هك إذا كنت ذكرت صحيحة تحدث على بساج معايشة لهي طاو في قناة بتايسعي رب يفضلها مشيت المدير القناة بيدو قلت له يعايش بتعمل المزية تعطيني على دي في دي نسخة اللي هو سي زهير الجمبري سمعتني شي أنت طاو سمعتك أي هو هاو بشي يكلمني عنده عامين بشي طلبني انتو ما جيك التسجيل طاو يجي بيه هيت نبدله ساعة بساعة حتى إذا كنا نسمعوش مش جديد نسمعوش أي حاجة من نجموش تكون موجود بحذينا ومن نسمعوش سمحني سؤال بسيط بسيط يعني أنا كنت نتمنى كيف نجي للدار الكبيرة هنا بش نقدم بش نقدم أعمال اللي على عكس ما يحبوا البعض يوصلوه لشبابنا هذوما لأنهم بالحق يعني شبابنا يحب يعرف بلاده على حقيقتها ويحب يعرف اش ثم في بلاده وفنانين بلاده ولكن ثم عندكم قوة خفية هنا ثم نسمينا فونتوماس يانفغي فونتوماس سمحني ثم فونتوماس بالحق يحرك في الأمور لأنك ما تصدش بش تار كنت نتمنى أن نكون حاضر في منوعة كبيرة باش وقت ليشوفونا الناس البرة يفهموا أنه في تونس ثم فنانين كبار ننضم صوتي لصوتك ونتمنى أنه تكون عندنا منوعة كبيرة لكن في الوقت الراهن ما فميش لا بالنسبة لنا احنا كبرنامج الوطنية مباشر اللي نعمل في مجهود على الأقل في المسيحة الزمنية صغيرة أنه نحاول نتبعوكم وتكونوا موجودين بحضينا فأنتي موجود بحضينا وإنا نطلب منك أنه نسمعوا حاجة للناس اللي تتفرج اللي أكيد متوحشينك لأنه أنا قريت برشة لكما طيغلي على صفحتك ولي يقولوا لك وينك متوحشينك نحبوا نسمعوك ولكن المسؤولين ما يحبوش في جميع القطاعات أخطعنا من المسؤولين يا بنتي جيت لمديركم العام هنا تارش قال لي اقترحت عليه في لي ترسل عام اقترحت عليه منوعة قطلوا نعملوا منوعة التمسح اللي شفناه الكل من تخلبيز وتخلويض وهزان وصبطان قطلوا أنا ما نش طالب منك باش تخلصني راهوا حتى الفريق اللي معايا باش نعملوا المنوعة هذية مستعدين لا 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 قال لي أخي فق علينا ثم مناشطين مرسمين وبيش تولي مشاكل وردوا بالك راه ما باندي راه ما بقوين ياسم آه ما عنديش باندي يفتل بزامنا عايش كنت تحكي عايط هوني آه بي مش مشكل أذية موش المجال عليش مصر إنك ما تسمعنيش حاجة ما عاش عنا برشة وقت ليه ما نجمش نغني هكاية ببيخالتي كراك نتوحشك ما ما تجيش ما نجمش إيجا غنيلي يعني الغناء هو هي حالة خاصة أكيد نعم طوى باش نغنيلك يتزمني النواقص تضرب والمكينة تخدم وكل فهمتني مثلا مثلا أنه عمرو gayب عمرو ما يغني اكثر منك في تونس طبعا في حفلات توصد ماش دارومي عمرها ما تغني هكا في ستوديو وكان تقتلها تعرفش علiquement خطرها ما تعرفش تغني أما هي تجي و تغني في بلدي العازف التونسي البارح من الأساد ذا اللي برك الله فيهم يعني يعاونوني على تنفيذ هذا العمل الكبير احنا نفذنا مجموعة ستة أعمال مش عمل بركة أنا نموت ونذوب في بلاستي كيف يقول لي عازف تونسي رني مشيت لبنان مع فنان تونسي ومنعوني من العزف في لبنان النقابة متاحه منعته من العزف احنا نقابتنا يظل تلهيت شوية في مشاكل جانيبية دورها ما هوش فاعل كما يلزم اليوم على الساحة انتي تعتبر انه معناش اليوم نقابة للفنانين في تونس لا اختي انا ما نعتبرش انا انا الامور الافتراضية ما تهمنيش صدقا تكنت وتحكيلي على اليوتيوب يوتيوب هو حاجة افتراضية مش عكا انا نفضل نجي في تلفزة تونسية ونقدم عمل ونشد نمسك الآلة متاعي وتكون معايا ورايا مجموعة قيمة الصورة ماجد الرومي باش له في تعقل التوانسة البوسطاء منها طبعا لانها تطلع لك بمئة وخمسين عازف وراها كاظم السهر وارمطورة وراها احنا هنا يجيبولك اربعة دربكية من كابرية في شارع مدريد ويجيوا للتونسي يقولولو غني وش بش يغني يختي وش بش يقول لا 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 الصورة الايجابية اللي احنا نحب ونقدمها على بلادنا بلادنا راي جميلة برشة بلادنا راي فيها بالحق فيها فيها عمالقة فيها عمالقة لما تتكلم تقول المرحوم الشاد لأنور يا سلام يا سلام لما تقول عليا يا سلام لما تذكر ناس واسماء ولكن نكبتهم نكبتنا نكبت بلادنا وين المشكل اليوم في الاعلاق الاعلاق هو المسؤول على كل شيء طبعا مسؤول ودور الفنانين ومسؤوليتكم سمحني أنت تتوى تحكي على الف واربعتاش أغنية سمعتش منهم واحدة أكيد سمعت منهم هندي هيا سمعني ترى نسمي لك على الأقل أقل حاجة أحنا هني عادينا ما عادينا الغبخيز لحقيقة في الجنيريك يا مسواعد صور تتوى هكت قد لي واحدة هني أعطيتك واحدة أحنا للأسف يوم مسواعد صمر مبدئيا يوم مسواعد صمر بعدها هي عملت الف واربعتاش معناه الف وخمستاش نتمنى أن نجيل للدار الأم هنا ونعمل كعكة جاتو كبيرة ويكون مكتوب عليها الف واربعتاش ونشعله شمع ونقصه ونقصه مع بعضنا ونحتفله احنا رأنا بلاد الزعيم لو عملنا الزعيم نرجعه نحتفله علش ما نحتفله شنو اليمنع نرجعه نحتفله وقال لي أنت أنت اليوم رفست أنه حتى تسمعني منها جزء وقال لي تقبل أنه تسمعنا جزء أرجع بحذينا ونحتفله بالألف واربعتاش إن شاء الله أنا نشكرك برشا اللي كنت موجود بحذينا اليوم لأنه الوقت وفيه بركة ما وفيك أنا اللي نشكرك على الدعوة وما نجمت ما اللبيش الدعوة وزيته بس خذيت بخاطرك وإن شاء الله دائما ملمومين في الفرح إن شاء الله وشكر كبير للسباب هذوما اللي نتمنى أنهم نتمنى اللي احنا في سبابنا كنا كيف هم هوم الفرق من بيناتنا أننا احنا فنينا ركبة وقعدنا والشيخ متاعنا نغزروله هكا خطر هو الفوق ونحن كنا كنا المريدين بطبيعة الحال نتمنى أنهم يرجعوا لهالفكر هذية راهوا بش ينفحهم وبش يفيدهم برشة 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 القعدة معك حلوة لكن الوقت وفيه لحقيقة أكيد أنا أخذ منك وعد أنه تعاود ترجع بحذينا وقت نسمع جزء ونحتفله بالرقم هذية إن شاء الله إذا كان التلفزة التونسية إذا كان التلفزة التونسية ما تصورش إرادة الحياة ما تصورش إرادة الحياة لأبي القاسم الشابي فعلى الدنيا السلام أكيد أنه ترجع بحذينا وإن شاء الله تلقى حل مع الإدارة إحنا اليوم كنا في برنامج أكيد نرجع نكلم بس الإدارة مرحبا بيك سيستيح هذا كان موعدنا لليوم نتقابل إن شاء الله وقصة في نفس التوقيت الوطنة مباشرة سبحانه خير ناس كل في لامين نموتو نموتو